بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم لبنات السلام حبيباتي مرحبا بكم معايا في هادلا فيديو جديدة اللي ان شاء الله تلقاكم بخير وتلقاكم امهنيين نبدأو لبنات بشوية ناشاط بتفحفح لبنات خاصا اللي راي عجزانا وكسلانا ان شاء الله من خلل هادلا فيديو رايك رايحات تنوضي وتتحركي ان شاء الله وراك رايحات تخضي الطاقة ايجابية ان شاء الله معايا ما تنسوني شبرك بالتشجيع لبنات دلت دهرة خفيفة هنا في الصانون غير بالفخوتوغ يعني الحالة كانت تنقية كنت أسپيريت كامل بالأسپيراتور ومبعد نجوز كما يقولوا غير هاك دابرك وين يشوف أحمد الفخوتوغ أحياطيني تاني يعني نضافها هايلا في الآخر كامل اللي بنات شوفوا دلت ديزو دوريزون تاعي تاع لغاج بيان نتخ هذا اللي مخدم بالزيت الأساسي تاع البرتوقل والنعنع هذا كن كن نخدم فيه شغل الصباح نديرو يمدلي طاقة وحيوية والريحة تاعوية البنات من أروع ما يكون الأخوات اللي يعني مرة على مرة يقولوا لي ساميرا ما نش نلقاوه لي بخدوية تاع لغاج ولا يعني ما يلقاوه مش في المنطقة اللي تسكنوا فيها يعني نخلي لكم البنات في صندوق الوصف آلية من خلال هاداك اللي تقدروا تديروا الطلبية ديالكم على كامل منتجات تاع لغاج كامل وش عندهم راح تلقاو لبخي راح تلقاو كامل منتجات تاع لغاج رام يديروا التوصيل لكامل ولايات الوطن وين ما كنتو يجيبو لكم المنتجات ديالكم حتى باب المنزل وبعد هنا البنات الثاني شوفوا معايا وليت للهول بعد ما كملت من الصالون فحفحتو هنا شديد ستيك ديالي هادا لي مخدم بالشمع تاع النحل يمد شوفوا واحد البارق هاي أنا لكل حالكو تعرفوني ما عنديش بزاف هاكدا المبل في المارون ولا هاكدا في البوا دونك عندي غير هادو ما لكراسا باش نحافظ على البغيانس ديالهم و باش يبقا ولي يلمعوا جديد دايمن يعني ندير هادا ستيك ليراو مخدم بالشمع تاع النحل يمد بارق هاي ويحافظنا على البوا وكي نستعملو في البوا ديالنا يعني اي حاجة عندكم هاكدا انبوا رح يرجح لكم كشغل جديدة طبعا هادا بالمدومة و بعد هنه دا تاني الارد اليوم حبيت كم يقولون زرزق شوية الحالة الهول هنا يتوسخ لي بزاف بزاف بعد ما اسبيريتو فضلت هنا يا كم يقولون ديلو ارغيوا هاكدا بالبالي يعني ماشي دايمن مي هاكدا تقريبا نهار بنهار ولا نهار بيومين هاكدا يعني نجوز له هاكدا بالبالي درت ستيك المتعدد الاستعمالات لجال هادا كل الخضر لي ما نستغناش عليه ريحتو هاي للبنة ريحت النقا يطرت حتى الحاشارات هنا ومبعد مورا هاشوفو جبت كامل بلوف خطوة ومبعد في الاخر كامل انا هنا في هاد المرحلة وين حب ندير الافصل هنا يا منها يعني يمدلي لابغيانس لادال دوسول ومنها يمدلي ريحة بزاف هايلا وتبقى ثاني خاصا هادا تع فرحة الازهار والله هي البنة يعني كيت تسيقوا به راح تحسوا بواحد الفرحة ريحتو بزاف هايلا وينما تشوفوا معايا البنة يعني هو اخر حاجة كي ما قلت لكم كي نجوز يخلي لي واحد لابغيانس بزاف هايلا ويعني ما تكونش هديك شو بيا في الارض فالا هنا دو كراني كملت متسيق دايما انو احنا رانا مع الشغل هاداك مي اعقلنا رانا نخمو واش نطيبو واش نديرو مقبل ما انتشوفوا معايا الوصفات اللي جبتلكم نهار اليوم حبيت نشارك معاكم هاد الميزان هادا اللي راني فرحانا بزاف بزاف اللي جبتو هاكدا باش نشوف يعني باش نعسروحي يعني مشي برك انا حتى افراد العائلة ديالي لاماكي لبنات بروفيكار ماركة يعني معروفة ماركة المانية كما كتوفوا معايا راهو تسعة في واحد نفزونة يعني ميزان ذاكي هنا هايليك يعني كما كتوفوا بروفيكار جيرماني ماركة المانية ونوعية جيدة خياتي هاد الميزان هادا وفرتهن لاباج انستغرام عمر دارك بالنسبة للسعر تاعه راه داهر في الشاشة خياتي راهو تسعمائة الاف والتوصيل مجاني لكامل ولايات الواطن نشوفوا الميزان ديالنا لبنات كيفاش داير توماي لا كنتوا تتبعوا حمية ولا كوا حابين يعني تعسوا الوزن ديالكم الميزان يعني ما شاء الله عندو الامكانية تعنوصلوه بالهاتف تعنا ولا بالميكرو بورتابل يعني بالكمبيوتر بسكو يمشي بالبلوتوت وعندو ابليكاسيون نطلعوها سواء في الوردناتور ديالنا ولا في الهاتف الدكي ديالنا هادك الابليكاسيون هادك البنات راهي رايحة تعطينا كامل المعلومات على الوزن ديالنا شهل عدنا المادة الدسيمة ولا المادة الدهنية في الجسم ديالنا كمية على الماء الطول يعني احتعطيك العديد من المعلومات دونك ميزان ذاكي اخواتي كيما يعني تحبو تستعمله برك عادي يعني كيما الميزان اكو تشوفو خياتي راهو كامل من الينوكس وهاتشي خليه ساهل في التنظيف ديالو يعني مسحة واحدة راح يولي يشعل يمشي باليبيل يحتاج ثلاثة هادو كتاع اليبيل صغار يعني حتى اليبيل يشدو بزاف لبنات بس كو بعد ما نووزنو غنكملو نهبطو منو راح يوقعد 15 ثانية ويطفن يعني هادو الوبسيون تحافظ لنا على العمر تاع البيل ولا البطاريات ديالو هاكدا تاني البنات بلا ما تربطوه يعني ببلوتوتو بلا بهاديك الابليكاسون يقود لكم عليها يمدلنا العديد من المعلومات كيما قود لكم يمدلنا الكتلة العظمية ديالنا شحل كاين الماء في الجسم ولا في العضالات يعني شحل من الكالوري ميزان بزاف هايل ان شاء الله اخيتي اللي خصها ميزان هاكدا في الدار راني خليت لكم رقم الهاتف لباج انستغرام عمر دارك راح تجيبوه لكم حتى باب المنزل والتوصيل راهو مجاني بالنسبة لابليكاسون اخواتي راح نخلي لكم لليان ديالها في صندوق الوصف هاكدا اذا كنتوا حابين يعني اطلعوها ويعني تاخدو افكار وكل المعلومات تعا يعني على الابليكاسون ولا على الميزان راكو راح نتلقوه في دليل استخدام اديالو لي فيه الشرح المفصل بحوالي سبعة ولا تمانية لغات بما فيهم اللغة العربية دوكالبنات راح نشارك معاكم وجبة الغادة ديالي اه هنا يا في الغيسي بيون عندي شرائح تاعداند اه يكونوا يعني شغل دي موغسو هاكدا دي تخنش مايكونوش رقاق بزاف مايكونوش عشان تبلتهم ملح فلفل لكحل زنجبيل كوركم توابل تعشاور ما شوية زيت عكري درت بصل يابس درت التوم للمرحية غبرة هنا درت شوية تعياء وقت طبيعي مغرفة كبيرة تعال الخل ولا نقدروا نعوضوها بعاصر تعال القارس ليح يخلي هاد الشرائح يعني طيبون نطريين وفي وقت قصر تبلتهم وخلتهم مليح مليح غطيتهم في المقاليمانتا دخلتهم للتلاجة نخلوهم يعني يتشربوا هادي كتبيلة على الاقل واحد نص ساعة الى ساعة ولا قدرتوا تديروا هاد الخطوة يعني نهار من قبل ولا الليلة من قبل راح يكون احسن ومن بعد هنا شوفوا معايا لبنات خديت مقلة درت فيها شوية زيت ما نكترش لاني انا كنت درت في هادوك الشرائح ومن بعد هنا على نار قاوية نطيبوهم على الجهتين يعني هاد الطريقة هادي تخلي هاد الشرائح تعشاور ما دينا يكونوا اطريين ما تنسوش تهبطو كامل التتبيلة هاكده باش ناخدو لانستخلصو كامل هاديك البناتا التوابه بعد ما يتحمرو فريدو كوتي شوفوا هنا البنات هنالي نقسمو هادك اللحم دينا وشوفوا يعني راح يجي الطري احسن من اللي نقطعو هادوك الشرائح ومن بعد نتبلوهم ومن بعد نطيبوهم جربوهم بها الطريقة وردو لي الخبر راح يجوكم واحدة لي صندويتش محشيين باللحم راح يكون بزاف طري ويجي تاني بزافة بني هنا نقطعوهم الى شرائح ومن بعد نجيبو خبز التورتيلا دينا هاديك الزيت اللي بقتلنا في المقلة هيا حتكون هي السر تعلبنا تا هاد صندويتشات تا تاكوست ع نهار اليوم خديت الخبز ديالي دخلتو شيف هاديك الزيت كي ماشتو حطيت شرائح تعدند نزيدو هنا وش نحبوش لعضة خيار لي فخيت لي صوس تاني اللي تحبوهم انا دلت هاد الهريسة هادي بزافة بني هنا عندها واحد لقوفي هايلا بزاف كنت شاركتها معاكم من قبل تحصلت عليها من عند باب الدكان بزاف بنينا يا البنات هنا بعد ما شكلت كامل هادو كلي صندويتش ديمن في هاديك الزيت شعلت عليها النار خليتها تعاود تسخن مليح ومبعد جوست فيها هادو كلي صندويتش باش ياخدو هاكدا تحميرها فيها يعني من جميع الجوانب وياخدو تاني قرماشة هادي اللي راكو تسمعوا فيها معايا اعلى مباشر يعني راح يجوكم واحدة لي صندويتش من اطيب ما يكون جربوهم لبنات راح تفرحوا بهم كامل افراد العائلة يعني صغير وكبير ما كشلي ما يحبش التاكوس وما كشلي ما يحبش الصندويتشات يعني تقدو تقدموهم لبنات معا سوس هاكدا مايوناز ولا معا سلصة التومية كي ما درت انا يعني حدرتها غير بليا وقتناتش وقدرت لها شوياتهم شوية زيتون عصرات عقارس خلتهم برك مليح وقدمتهم معاها خرجوا ايشهو شاهيتكم في الجنة ضكة البنات حنزيت نشاهيكم شوية في هاد الحلوان انا حنديروها معا بعض جبتلكم اليوم البنات وصفة حلوة عبارة على مربعات تاع الشوكولات والكارامل نشوفوا معا بعض الوصفة هنا في الغيسي بيونديالي عندي مئتين وخمسين جرام تاعها مارغارينت كونطرية درت عليها علبة فلون بذوق الكارامل هنا لبنت يعني الحلاوة في العجينة هادي راح تجيني برك من الكارامل والعجينة ما جاتش حلوة بزافي لكن تحبون توم الحلاوات قدروا تزيدوهم غرفات كبيرة تاع الشوكولات دربتهم حتى هادك الزبدة ولت عندها هادك القوام الكريمي وم بعدها زيت عليها زوج حبة طبيت صغار في الحجم وانا راني ندرب في الباتوغ راني نزيد فيهم واحدة بواحدة حتى نعود ان تحصلوا على هادك القوام الكريمي وانا بعد هنا نطمو العجينة دينا بالفارينا ونزيدو معاها باكيتة خاميرة الحلوية عدنا يعني تقريبا عشرة جرامات من خاميرة الحلوية ونطمو العجينة يعني عجينة عادية عجينة تعصابلي راح تجيب بزاف هايلا وتجيب بزاف ابنينا بس كون راح يكون فيها دوق تاع الكارامل هنا شوفوا العجينة خياتين ديروها تكون طرية بزاف يعني تكون تقريبا كشغل تلسق طرية على العجينة تعصابلي اللي مار في نديروها العادية اللي نديرو بها السابلي هنا مباشرة نبنات الفط العجينة ديالي حطيتها في امول ولا في سنيوة ولا نبسطوها مليح مليح بالنسبة للمول ديالي فيه حوالي هاكدك 40 سنتيمتر على 27 سنتيمتر نبسطو كامل العجينة ديالنا نديرو فيها ثوقوب بواسطة شوكا وندخلوها للفرن الطيب لحوالي هاكدك 17 دقيقة دو كان رحو نوجدو لفاقس ديالنا هنا عندي حوالي ربعة كيسان تع كوكا ومحمص او مرحي زدت عليه حوالي زوج مغارف كبار تع الشامية ولا تع حلوة الترك اللي نفتتوها هاكدا مليح ونطمو هاد الكوكا وديالنا بصلصة كارامال ولا تقدروا نديرو خاليط بين صلصة كارامال وعسل ولا صلصة كارامال وكونفيتوك نحاولو دائما نخلو صلصة الكارامال لانو هي تعطينا البنة نخلطوها مليح بالنسبة انا الكمية تع الكوكا وقدرت حوالي ربعة كيسان ما يكونوا معمرا لاني حبيت هاديك الطبقات جينيباينة وانتو ما تقدروا يعني تنقصو في الكمية كيما تحبو نمشيو هادك الخالط تاع الكوكاو هنا يعني تحبو تدهنو يدكم بشوية زيت وتبصو الخالط هاكدا بهاد الطريقة ولا تحبو تحلوه بنزوج اكياس بلاستيكية ومبعد تقلبوها على العجينة ديالكم بهادك الكيس بلاستيكي ولا بابي كويزو هنا يعني نعطيكم يعني الحلول لي تسهل عليكم العاملية هنا دوكا هنزيدو طبقة التالتة لح تكون طبقة تاع الشوكولة هنا عندي شوكولة تاع القلاساج تاع اوبتيلا في هاد الكمية هادي نحتاجو يعني علبة كاملة لي هي ميتين او ربعين قرام اليوم استعملت اوبتيلا ولا شوكولة قلاساج لي راهي بالذوق تاع الحليب وانتو ما استعملو تحبو نواخ تحبو بالحليب تقدروا حتديروها بشوكولة البيضاء الشوكولة ديالنا اللي بنات دايما نقطعوها مربعات هاكدا تكون لقيقة وصغيرة هاكدا بشتمتم الدوبنا على ضربة فوق حمام مائي بعد ما الدوب نزيدو لها حوالي زوج مغارف ولا ثلاثة مغارف كبار تاع الزيت نخلطوهم لي حتى نتحصلو على هاد القاوة اكو تشوفو يكون هاكدا يعني ما يكونش تقيل بزاف هنا يا خلاص مباشرة نفرغو الشوكولة ديالنا فوق الطبقة تاع الكوكو اللي درناها ومبعد نمشيو الشوكولة ديالنا ببيان حتى تغطينا كامل هادك الطبقة تاع الكوكو كي نكملو نوزعو الشوكولة ديالنا نخبطو لهمول هاكدا بش هادك الشوكولة يعني تولي ليس لوجه ديالها من الفوق ونخلوها البنات حتى تتماسك هاد الشوكولة هادي ومبعد نقسموها وبش نقسمو الشوكولة ديالنا بكل سهولة الموس هادك نجيبو هاكدا طاس ولوية يكون فيه ما سخون وفي كل مرة ندخلو هادك الموس في المسخون نشفوه ونقطعو به المربعات ديالنا بهاد الشكل هادك هاكدا بهاد طريقة يعني الشوكولة تعناك شغل مايش رايحات تكسر معانا ويعني يبقى الشكل ديالها شباب هنا يا بعد ما اقطعتها بالنسبة للكمية انا خرجت لي حوالي 28 حبة والحجم ديالهم يعني الله يبارك كبير ما شاء الله وانتوما اذا كان صغرتوهم راح تخرجوا يعني كمية اكبر من هادي يعني حلوة بزاف بنينا شوفوا الطباقات شوفوا معايا بركتاني الطباقات العاجينة كيفاش جيتفتفت يعني الدب في اليد قبل ما توصل للفم ومبعد عدنا الطباقة هاديك تعال الكاوكا واللي راهي يعك وتعفو البنة تعال الكاوكا والكاوكا والكاعمل وكاعمل يعني من اروع ما يكون والبنة تعال الكاوكا والكاوكا ونزيدو لها الشوكولة راح تولي بنعلى بنا بالنسبة لتزين من الفوق انا خليتها هاكدا سامبل وانتوما تحبو تزيدو لها مثلا نص حبة جوز ولا تدردو عليها شوكولة بايتي ولا شوية بيستاش ولا يعني بالنسبة لتزين يبقى اختياري سينو خلوها غير هاكدا كيما درت انا يعني حتحمر لكم وجهكم اذا كان عندكم ضيوف تقدموها معالاتي بزاف بنينا ولا تدوها في يدكم تاني يعني قسمتلكم هنا كيفاش تجي جربوها لبنات تحتفظو بها تقدو حتديروها ان شاء الله في الاعياد وفي جامع المناسبة واذا كان جربتوها شاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستاغرام كويزين ساميرا ديزاد من الحلوية دوكا اخياتي راني رايح نشارك معاكم خرجة عائلية وش نقولكم كانت بزاف هايلا اليوم العشاء كان على الموسيو كي مشتو صباح درت لهم ليسون دويجة تاها هادو كتاكوس ولعشاء كان اليوم هادو الخرجة هادي للمطعم هادا تعالى توسكانا ليجي في الشرقة هو عبارة على بيتزيريا كافيتيريا ويعني مطعم فيه يعني كامل ووش تحبوه يعني اي وقت تجولي تحبو تشربو قهوة الصباح راح تلقاها مفتوح تحبو تشربو قهوة مع العشية تلقاها مفتوح تحبو تاكلوا الفطول لعشاء يعني مفتوح في جميع الاوقات على حسبوش تحبو تاكلون تومة يعني احنا راحنا يعني فيل للكامل كي ما اجتو معا كانت شوية السيركولاسيون باسكو المطعم هادا جاي في الشرقة ماشي بعيد على غاردن سيتي سكيفيكو تعرفو السيركولاسيون تم ما بزاف يعني في الصيف هاكدا تقوى بزاف السيركولاسيون في هادوك النواحي هادوك ما وصلناش بكري على كل حل المطعم نظن يغلق حتى 12 و 12 ونصة الليل فوالا هنا يعني غير تدخلوا على دغوات ديالكم ولا على لغوش ديالكم بلوتو تلقاوا الكوزينة اللي راه مفتوحة كي ما را كنتشوفو ونحب هاد المطاعم هادوما يعني اللي غير تدخل تشوفي الكوزينة يبان لك كلش وللفت الانتباه ديالي هو التنظيم والنظافة يعني انا هادو زوج حواج نحووس عليهم كي ندخل المطعم اللي هما النظافة والحاجة التانية بيان سور اللي هي البنة وهنا يا شوفو هاد الجهة تعال وين يحضروا كامل لجو والعصائر الطبيعية ومامتان وين يديروا القهوة القهوة تتعصر سور بلاس ويعني يعصروها لكم دونك راح تكون قهوة بزاف بنينا لانها الترحات جديدة اه يديروا يعني التحليات لديسار اي حاجة تخطر على بالكم يعني تقدروا تاكلوها هنا في هاد المطعم هذا مطعم لاتوسك هنا ليجاي في شراقة على كل حال هاد المطعم يعني فتح جديد هنا في شراقة ولكن هما مراهمش جديد في هاد الماجال هذا كانوا يعني فاتحين في دالي براهيم ومن بعدها عاودوا فتحوه هنا يا في شراقة كيما قلت لكم اخواتي ماشي بعيد على غاردن سيتي ولي حبوا يعني المكان بدقة راح نخلي لكم لالوكاليزازيون ديالهم في صندوق الوصفة هكدا يعني راح تجيبكم حتى باب المطعم هنا شوفوا النظافة هنا شوفوا الكوية هادو والله هي البنات غري يشعلوا اشعيل المكان موريح الكولور كيما اشتو تالكراسة اللي داروهم بزاف حلوين ومطعم تاني خياتي عائلي يعني بزاف عائلي بامتياز تنظيم الترتيب موريح جدا حتى يعني البلونت كيما راح كنت شوفوا فيهم الخضورية تاني يعني هذيك الخضورية تبعت وحد طاقة ايجابية في المكان يعني مكان ما شاء الله خدكم سامرة شوفوا دخلت حتى الكوزينة هنا يا لقيت الشاف يبريباري هنا في هاد التحلية اللي راح يتشهي وجدها يعني لوحد الزبائن كانوتما تحلية كانت عبارة على فندون وشكورة راكوشتوا معايا طريقة التقديم الجد راقية في يعني الشاف هذا هنا كيما قدت لكم خديت لكم نظرة على الكوزينة يعني صدقوني ما كانش هكذا حاجة ولا تخشى ولا اشتاءة نغمال يعني نظافة ما شاء الله المكان موريح المكان انضيف وتاني حسن الاستقبال وحسن المعاملة خياتي وحنا هادا وش راح نحوسوا عليه مدى بينا هكذا مطاعم تكون راقية وفي نفس الوقت تكون الماكلة ابنينا هاد المطعم كبير لبنات يعني مام اذا كنتوا حابين مثلا تديروا اشياء تعارسوا ولا تعوالي ما ولا راح يرفض اكتر من 130 شخص يعني برك اني خليت لكم هنا رقم الهاتف يلا حبيتوا تحجزوا ولا تستفسروا على اي حاجة وما عندهم واحد اللي شاف الله يبارك ما شاء الله احنا كنا شفنا المونيو ديالهم اللي كان متنوع كما قد لكم وكانوا هادو هم الاطباق اللي احنا كمانديناهم راح نخلي لكم ولا نخليكم مع الشاف ماسي وليح يهدر لكم وش كاين في هاد الاطباق هادي مرحبا بيكم demon مرحبا بيكم każdy BY هنا يحاولت كل حياتك إن شاء الله إن شاء الله نقول لنا فردة بسي دون منك الحصول على المول نأخذ نعم الفردة إن شاء الله محسن لك معظم ومفت وممشار الكامل الخاصة لديهم يجب أن نشاهد إلى المعرفة معرفة إلى الإبراهيم نعم معرفة إلى الكم المضاء نعم هذا الشيطان وفي صفة هنا しい فصلة منظمة وجوة سالإنتظار وجوة سالة في الصنع mixer مرحلة نق First مع نمس 受 lovers شعر ورحلة فكرة Quant منته إن شاء الله نعود نولي وندق لها فيزا ديالكم إن شاء الله شكرا يعني معقولة بمقارنة يعني مطاعم أخرى هنا شوفوا معايا هذا الطابق هذا اللي كان عبارة على ديبات ولا مقارون بسلسة البيستو يعني مخدومة عندهم في المطعم مع هاد الجبن يعني طابق إيطالي مية بالمية يعني أطبق خياتي عالمية وبزاف بنينا نشوفوا هاد الفيلة على فيانت تاني مقدم بطريقة يعني وش نقولكم وصدقوني يعني ماشي تقولوا بركة تقديم ولا مي حتى البنة كانت يعني طوب جو طوب البنة عالمية خورة فيها روعة هاد كل اللحم شوفوا طيب يعني جسكم يلفو ويدوب في الفم هاد يشوفوا ستون بيغي تعباطاطا تاني والمكلة تقدمت سخونة يعني ما شاء الله وكامل أطبق يعني اللي طلبناها خياتي شوفوا يعني طريقة التقديم مراقية بزاف ومتنوعة يعني إلا كان الحم تلقى والخضر إلا كان لبواسان كيما هنا يا شوفوا هنا يعني في اللول ما تعرفوش كامل واشنو مي الطريقة تقديم هادك الفاخرة تعشاف اللي نقولو يعطيك الصحة يعني على طريقة تقديمه على البنة لي صدقوني يعني كون لقيت كامل تكونوا معايا بنا هايلة بزاف بزاف وكيما هنا يا هادوك الغولي تعال البواسان تعال لادوغات وعدنا هادوك الكويرات تعال الباطاطا لي مع بليش كيفاش طيبهم الشاف هادك وكانوا يعني دالهم فلوز إيفيلي ولف كوكا وإيفيلي كانوا بزاف ابنان وهذا البلاتة تعوليدي عبدالعازيز شوفوه جاي سومو ومبعد كشغل المغلف بليزي بينار ومبعد عندو واحد طبقة من الفوق واشنو نقول لكم من أطيب ما يكون مقدم معا لغين واغ كان فيه الزبيب موهم كشغل حاجة شوية صالي سيكريم مي قراف بلينا مام عندوهم واحد ليصوص بزاف بلا من أروع ما يكون وهادوك الكوكات ولي نيغات هادوك وكامل ما تصوروش ولاديش حال فرحو بيهم يعني سيختولي عندو هاكدا ولادو هاموغا احيا عجبوهم بزاف بزاف الأطباق هادوما ولا هادوك الكوكات يعني ان شاء الله خيتي كما قولوا تقدروا تخرجوا معا وليداتكم هاكدا ولا مع أحبابكم يعني تديلوهم عرضة هاكدا ستقوني لكم رايحين تحمروا وجهكم بهاد الأطباق هادي لي كانت تشهي ولي كانت بزاف بنينا يعني ديفان شوفوا هاكدا ولا ناكلوا في مطاعم شغل هاكدا أطباق تكون فاخرة ميل بنا أولو ميل هادو ما خيتي ستقوني كلش كان بنينا وكلش كان يشاهي وكلش كان جديد يعني وبلما نهضر لكم تاني خيتي على لي جو دي يولهم لي كانوا تاني بزاف بنينا عندوهم دي جو ناتورال عندوهم كما مولا بيتي اخدا هادلو جو دي سيترون وانا وولادي اخدينا هادا كجو اللي كان عبارة على كوكتيل تاني بزاف بنينا وكان بارد ومنعيش هايل راح نخلي لكم خيتي في صندوق الوصف الرابط تاع صفحاتهم تاع فيسبوك وتاع انستغرام هاكدا بيشتاني تقدو تدربو وطلع على المينو دي يولهم وعلى اللي بخي دي يولهم ولا حبيتوا اي حاجة يعني بس تفسروا ولا تحجزوا مكان ولا يعني رقم الهاتف راو هنا اجوز امامكم اه زوروا مطعم تاعا لاتوس كانا مكش راحين تندمو نقولكم وصلنا للنهاية نقولكم احبكم في الله شهدكم في الجنة في امان الله اشتركوا في القناة